اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه في الاشهر الثلاثة الاخيرة استدرجت امرأة اصحاب ثلاث سيارات اجرى الى البقاع حيث سلبت السيارات بالاشتراك مع اخرين وقد تم توقيفها بعد دهمها في حي السلم ليل 31 12 2012 وهي ميم زين واعترفت انها اقدمت بالاشتراك مع اخرين على سلب السيارات المذكورة اضافة الى سيارة هونداي 2011 استأجرتها بمستندات مزورة كما اعترفت باقدامها بالاشتراك مع اخرين منذ شهر على خطف طفل من شمستار وابتزاز ذويه واعادته اليهم وقد تم توقيف شريكها المدعو خاسين بتاريخ 1-2013 في تحويتة الغدير فيما العمل جار على توقيف سائر المتورطين